أول يومين ثلاثة يام في رمضان لأنه لسه الإنسان مش متعود على الصيام بصير صداع بنشرب قبل الإفطار وقبل الصحور كاسة كاسة ممتاز جدا ومريح للمعدة نشرب عصيري كرافس أو نجيب بيزلي كرافس نصف معلقة صغيرة نطحنه وناخد ملعقة بعد الإفطار وعلى الصحور ممتاز جدا قبل المتابعة فضلا وليس أمرا وليصلك كل جديد إن لم تشترك في قناتنا اشترك الآن وفعل جرس التنبيهات ولا تنسى أن تترك لنا تعليقا أو سؤال الآن إحنا في عنا عرق السوس وموسم عرق السوس عرق السوس كتير كويس لجرثومة المعدة ويعتبر جد الأعشاب بنجيب شوية عرق السوس بنفرده مع شوية كربونا بنروش عليهم مية بنسومهم أربع ساعات عشاشة ونجيب الشاشة بنغطصها في طنجرة فيها مية حلوة ونظن نعصر العصير يطلع هذا اسمه عرق السوس بنشرب قبل الإفطار وقبل الصحور كاسة كاسة ممتاز جدا ومريح للمعدة بجانب أنه احنا نركز في أكل نبعد عن الأكلات الحراقة ونبعد عن الأكلات الدسمة خلال شهر رمضان إن شاء الله جرثومة المعدة تنتهي تماما زائد إضافة الخل الطبيع على الصلطة ممتاز جدا كمضاد جرثومة المعدة بالنسبة للقلون العصبي نفس الفكرة القلون العصبي تندخل اللبن والطمر في أكلنا لأنه كتير ممتاز لأنه بنشط البكتيرا النافعة في القلون زائد إنه القلون العصبي من شخص لشخص يختلف وما فيه نظام معين لمريض القلون لأنه فيه أكل بتعب ناس فيه أكل بريح ناس لكن بنا نحاول برضو إحنا هاينا الصلطة مريحة للمعدة القلون العصبي جلنا اللبن والطمر الشوربات راح تكون مريحة لهم بس نبدع عن ملفوف لأنه شوية متعب لبعض الناس ونحاول إنه إحنا نقسم أكلاتنا ونركز على مشروب عرق السوس كويس للقلون العصبي البموج كتير كويس الشومر والكمون والنعنع كتير كويس للقلون العصبي هذه حاجات مريحة للقلون ممارسة رياضة كتير كويسة للقلون العصبي لو نمشي من نص ساعة لسعب يكون كتير كويس النقرص برضو ليس له علاج إلا بالغذاء النقرص نبعد عن ثلاث حاجات بنا نبعد عن الخميرة وناخد يعني الصاج بنا نبعد عن سمك السريدة وبنا نبعد عن الكبدة والجنبر والثلاث حاجات هدول عاية يعني مواسم يعني ونكثر من تناول الكرافص الكرافص الآن موجود في السوق ممكن نعمله عصير مع الجزر مع الكلمانتينة طعمه رائع جدا 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 نشرب عصير كرافص أو نجيب بيزلي كرافص نص معلقة صغيرة نطحنه وناخد ملعقة بعد الافطار وعا الصحور ممتاز جدا للقلون العصبي نجيب التفاح نسلقه بعدك نضربه على الخلاط ونشربه برضو كتير كويس القلون العصبي الى الاسف للنقرص خلي التفاح الطبيعي ممتاز جدا 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 لمرضى النقرص فهذه نصائحك يعني زائد الكركم شرب الكركم نجيب الكركم عيدان نكسره ما نحطوش على المولينيكس لانه هيكسر المولينيكس تمام وكتير ناس بقول احنا حطينا على المولينيكس وانكسر اكيد لما انكسر المولينيكس دعوه علي لا احنا بنا ندقه دق ونغليه ونشربه تمام موضوع المخللات المخللات يا جماعة ما بتنصحش للناس اللي خايفين انه المخلل ينصح لا المخلل ما بنصح ولكن في املاح وبعمل احتباس سوائل طب ايش الحل الحل انه احنا ننجعوا بمية عشان نقلل من الملوحة تبعته وصحتين وعافية البتنجان خضار ومخلل البتنجان والاخيار هذه كلها خضار يعني ما فيها سعرات كتير ولكن المشكلة في كمية الملح لذلك احنا نقلل ملحه وكله صحتين وعافية الشو بتنصح لمحهم املاح والتهابات من الاطعمة والمشروبات اول شي شرب الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي من الافطار للصحور نشرب مية مية كتير كويسة ولكن لا نفرط في تناول شرب الماء يعني من شرب الستة لتر ولا نشرب لازم نكون معتدلين يعني من اثنين لأربع لتر نقسمهم على مدار من الافطار للصحور راح يقلل من نسبة الاملاح زائد انه احنا لازم اه نبعد خلال الافطار عن الاكلات المملحة والبزر المالح والمكسرات المالح كنا مالها في البيت قليلة الملح ليش عشان ما يزيد عند بالذات في فترة الصيام بزيد الالم وبزيد المغص الكلاء وبزيد اول ثلاثة يام في رمضان للناس اللي عندهم التهابات ووجع الراس خلال النهار ووجع صامر من المدخن طبعا شيء طبيعي يعني حتى المش مدخن يعني اول يومين ثلاثة يام في رمضان لانه لسه الانسان مش متعود على الصيام بكون بصير صداعه بالذات يعني من الجهة الامامية هذا شيء طبيعي بالذات يعني في اول يومين ثلاثة يام بعد هيك الجسم بتعود ولا كأنه حتى لو ضل السنة كلها صيام الانسان ما بتأثر لانه قضية التعود يعني شوفوا قديش الانسان جماعة لما نتعود على شيء ممكن خلاص بصير جزء من حياته وليش يسمها عادة فبالك لما انا اتعود على الاقلاع عن التدخين اتعود انه انا مثلا يكون اكل صحي هي تعود بس اهم شيء انه انا احب يعني احب الاكل اللي انا باكله هذا اهم ما في الموضوع اذاة صوت القدس صوت حر لشعب حر